تأهل الفرعون المصري لنهاء الأبطال على حساب روما الإيطالي في نصف نهائي ليكون أول لاعب مصري يتأهل للمباراة النهائية هذا وكان قد قاد الجناح المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزية فريقه إلى نصف نهائي دور أبطال أوروبا بعد تكرار الفوز على منشستر سيتي في دور الثمانية ليصبح ثاني أنجح لاعب عربي في تاريخ دور أبطال أوروبا بعد اللعب الجزائري السابق رابح مجر يشار إلى أن نادي ليفربول لم يتأهل إلى هذا الدور منذ عام 2008 حين ودع البطولة من نصف نهائي على يد مواطنه تشيلسي لكن الدول المصري نجح في إعادة ليفربول إلى الواجهة الأوروبية بعد عشر أعوام من خلال تسجيله لهدف في مواجهة الذهاب ضد الستي وآخر في الإياب ليقتل أمال غوارديولا ورفاقه ويحتاج محمد صلاح لتسجيل هدف وحيد من أجل معادلة رقم النجم الجزائري رابح مجر كأكثر لاعب عربي يسجل في دور أبطال أوروبا اشتركوا في القناة